تخزين في الألعاب السلام عليكم اليوم في حلقة 5 أشيار نتكلم عن التخزين في الألعاب وكيف بعض الألعاب أعطتنا فكرة أو طريقة للتخزين مختلفة عن الألعاب الثانية اللي تخليك بس تخزن من القائمة بعض هذه الطرق شاطحة بزيادة وثانية قدمت طابع جديد على أسلوب اللعبة خلتك تفكر مرتين قبل لا تخزن وهذه هي الخمس ألعاب لعبة النجال مقتبسة من سلسلة أفلام أيلين المشهورة وحداثها تمشي بعد 15 سنة من أحداث الفيلم الأول اللي صدر في 1979 حول الشخصية أماندا ريبلي بنت أيلين ريبلي اللي كانت بطلة الفيلم الأساسي في هذا اللعبة أماندا تحاوا تدور عن أمها المفقودة وعلى عكس ألعاب أيلين اللي قبلها هذا الجزء ركز على التخفي كعنصر أساسي للعب وهذا خلت اللاعب يتجنب الأيلين بشكل ذكي عن طريق استعمال أدوات مختلفة مثل حساس الحركة وقاذف اللهب اللعبة بشكل رئيسي حاولت تعكس إحساس الرعب اللي عاشتها الناس مع الجزء الأول وبتعادها عن طابع الأكشن بشكل كبير طريقة التخزين في اللعبة مرة مميزة وبنفس الوقت خطيرة في هذا اللعبة ما تقدر تخزن على راحتك في أي وقت وفيها مراطق معينة بس تقدر تخزن فيها ولما توصل عن جهاز التخزين راح تدخل فيه بطاقة ولازم يخلص تنوير ثلاث لنبات في الجهاز فإذا نورت فهذا يعني أنك خزنت طبعا في هذا اللحظة ممكن وإنت جالس تنتظر هذه اللبات فجأة يطوب عليك الإيلين ويقتلك عشان كذا لازم تتأكد أولا أنه بعيد ومو بحولك هاللعبة تسبب لك قلق نفسي مو بطبيعي لكن بسبب هالحركة صارت مميزة من بين الباقين No More Heroes في هذه اللعبة تلعب بشخص اسمه Travis Touchdown وهو شخص يحب الألعاب والإنمي ولما كسب البيم كتانا فيه مزاد اضطر بسببه يقاتل جماعة اسمه من United Assassin Association ولازم يتخلص من هذون القتلة اللي يجون بعشر مراتب مختلفة اللعبة كام فيها عالم شبه مفتوح تقدر تسوق دبابك عول المدينة وانه تقعد تتمشى وتجمع فلوس عن طريق المهمات الجانبية طبعا تحتاج هذه الفلوس حتى تتمرن وتشتري أغراض وبنفس الوقت حتى تقاتل هذو اللي قتله لازم تجمع عقد معين من القروش ومن بعدها بتوفر لك الفرصة في قتالهم ولازم تقاتلهم حتى تتقدم في القصة طبعا الطريقة اللي تخزن فيها اللعبة كانت ونتم بكرامة تروح الحمام وتشوف ترافيس يتجهز وياخذ راحته ويبدأ يطلع أصواته الراحة اللعبة بشكل عام شاطحة مرة وفيها نص وأحداث كل واحد منهم يقول أنا أغرب من الثاني رزيدنت إيفل لعبة النجاة الأشهر أجزائها القديمة والحديثة على الصعوبات المرتفعة دائما تكون فيها الموارد شحيحة ولازم تكون حريص في استعمالك للرصاص والعلاج طبعا هذه السلسلة هي الأشهرة نوع العاب النجاة والرعب وفي رأينا نشوفها وضاعة الأسس اللي هذا النوع من الألعاب وشفنا منها أجزاء عديدة وكل واحدة بتوجه مختلف طبعا طريقة تخزين حقتها رهيبة ولا نذكر فيها العاب أخذت هذا التوجه عشان تخزن في اللعبة لازم تحصل غرف فيها آلة الكتابة وحتى تقدر تكتب شيء على هذه الآلة تحتاج شيء بديهي وهو الحبر طبعا حتى يزود عليك إحساس القلاف وتم تقليل عدد علاب الحبر ولا وضعها فيها مناطق مرة ذكية تخليك تفكر وتفر واجد حتى تحصلها هذه الفكرة ذكية ومجازفة بنفس الوقت لكن نجحت بشكل جبار ألن ويك هذه اللعبة الموجودة على بي سي بينما على الجهزة المنزلية إلى الآن حصرية على الجهزة الأكس بوكس لأنها كانت من نشر مايكروسوفت أحداث اللعبة تدور حول كاتب القصص المشهور ألن ويك اللي يحاول في إيجاد زوجته اللي اختفت وهم في إجازة في مدينة اسمها برايت فولز وبنفس الوقت جالس يعيش أحداث قصة رواية كتبها لكن بنفس الوقت ما يتذكر كتابتها في هذا اللعبة المظلمة راح تطلطس تستعمل كشاف وأنت تمشى ولازم تجع تنور على الأعداء وبعدين تقدر تضربها طبعا في لعبة الضوء فيها عامل مرة مهم موش تتوقعون بيكون هو طريقة التسجيل فيها اللعبة راح تخزن فيها من بين الحلقة إلى الثانية لكن إذا بغيت تجي تخزن في نص الحلقة ولازم تدور عن عواميد عليها نور لما توقف تحتها يمديك تخزن نير أول لعبة فرعية من سلسلة دريكينغارد أحداثها تدور حول البطل نير اللي يحاول يلقى العلاج لبنته اللي جاها مرض مفاجئ هاللعبة مرة شاطحة وبتقدم عليك أغرب لحظات الألعاب ستقابل كتاب اسمه وبعدها سخصيات ثانية كلهم يدورون معك عن العلاج وبنفس الوقت تفهم وش وضع الوحوش اللي جايز تقتلهم في الصبح وليش هم جايزين يقاتلونك أسلوب تخزين اللعبة مو مرة غريب لكن خلال رحنتك الطويلة اللي راح تأخذك في مناطق مختلفة وفي كل مكان تروحنا بتحصي صندوق بريد عن طريقة هتخزن وبنفس الوقت تكتب رسائل لبنتك اللي انت طلعت في هذه الرحلة عشانها الرسائل كانت مكتوبة بشكل مرة جميل يوضح جانب شخصيتك مع الصعاب عالم اللعبة هذا غير إن موسيقى اللعبة فخمة وفي رأيي أشوف هذا الجوز أحسن بمراحل من نير أوتوماتا وهذه كانت خمس ألعاب طريقة التخزين فيها غريبة ووحدة حزينة شاركونا بالتعليقات لألعاب لها طرق تخزين غريبة كان معكم نواف النغموش أعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة